اشتركوا في القناة مقارنة بفرق لدول نحترمه ونقدرها لكن يعني امر محزن مثلا يتهى الفريق لبنان ونجد فريق كويتي خارج المنافسة يتهى الفريق عراقي والفريق الكويتي خارج المنافسة يتهى الفريق عماني والفرق الكويتية خارج التاهل هذا الموضوع راح نناقشة مع ضيوفنا ومحلليننا اللي متواجدين معانا على اليمين راح فيهم طبعا بداية من اليمين مدير فريق كاظمة الأسبق منصور لتنيب بجانبه المدرب الوطني واللاعب السابق أحمد عسكر علي سار اللاعب السابق والمدرب الوطني كابتن أنواري عقوب وبجانبه أيضا مدير فريق الغادسية الأسبق واللاعب السابق الكابتن محسن غانم صبحكم الله بالخير يا أخوان صبح الله بالنور أرغام هواتفنا موجودة على الشاشة نشكر كل من يتابعنا عبر منصة S.T.S. الإعلامية ونشكر القائمين على منصة S.T.S. الإعلامية وعلى رأس مخورنا سعد تميمي ونتحمد له بالسلامة مرة أخرى ونقول له ما تشوف شرية أبو تميم وإن شاء الله لاباس طهور أيضا نشكر متابعيننا عبر شاشة المرينة تيفي ونشكر أيضا كل من يتواصل معانا ويتابعنا عبر شاشة المرينة تيفي ونشكر الأخوان القائمين على شاشة المرينة تيفي قبل لا أبدأ برقية تعزية لآل سعود الكرام وطبعا على رأس مخادم الحرمين الشريفين وسمو العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى الأسرة الرياضية السعودية بشكل عام بوفاة شخصية لها مكانتها وتقديرها واحترامها سمو الأمير بندر بن محمد رئيس أسبق لنادي الهلال نسأل الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناتة وأن يلهم أهل وذويه الصبر والسلوان نبدأ حلقتنا بملخص لمباراة العربي أمس مع النجمة اللي انتهت طبعا بفوز العربي في ختام مشوارة في هذه البطولة وهي أول مباراة كانت للسيد داركو مع العربي في هذه البطولة البطولة الآسية وحقق فيها الفوز بهدفين لهدف فوز معنوي للأخبر هي المباراة الثانية للسيد داركو أول مباراة أيضا لم يخسرها أمام زوراء تعادل والآن مباراة ثانية فوز يعني أبو عبد الله فوز معنوي للعربي خاصة قبل مباراة مهمة في الدورة مع السعالمية صبحكم الله بالخير بسعيد يعني شوف مباراة أمس أنا شفتها مثل ما تفضلت أنا اتفق وياك بالرأي أنك فوز معنوي حتى أنا توقعت أن حتى التشكيل أبو سعود يعني قلت أنا يمكن يعني يغير يلعب اللي ما لعبه يعني في المباراة بس أعتقد السيد داركو يمكن كان حاط بباله أنه عنده مباراة مهمة اليوم السبت مع السالمية فيبي يلعب بالتشكيلة اللي راح يبدي فيها مباراة مع السالمية يكون مباراة السالمية مباراة دوري ومباراة أعتقد صدارة يعني فيها صدارة وأنا يعني أجانب أوافق الراي بسعود يعني واحد ناس كانوا يقولوا لا مفروض يريح اللاعبين وهذه الأمور بس لا هذه مباراة يبي يتطمن على الخاصة المحترفين في محترفين مثل بوشار مثل خابة كانوا موقفين يبي تهيئة واستمرارية باللعب المباراة يمكن العربي بسعود هو اللي كان أفضل خنقول بالاستحواذ بنقل الكرة إلى جانب حتى الفريق اللبناني بسعود يعني ما كان كان أيضا كان ما عنده شيء يخسره فداش المباراة اللعب بكل جدية وكل قوة بس العربي كان كان أفضل اللهم يعني الخوف كان من الإصابات بس الحمد لله يعني نعم عدت المباراة على خير وإن شاء الله يعني تكون بروفة زينة حق مباراة الدوري يوم السبت أمام السلمي بوبدر هناك من ذكر بأن لو سيد داركم موجود من البداية مع العربي ما خرج من البطولة أنت تشارككم الرأي فيها والله أنا لا أشارككم الرأي هذا يبقى نادر العربي نادر العربي كبير يعني المفروض يعني أي مدر يدر بالعربي يكون في وضع غير لأنه عنده عناصر وعنده أفراد عنده خوش لاعبين نادر العربي بس المشكلة اللي داش فيها بالبداية بداية البطولة ما كان ذلك القوة أنه يحاط بالبال أنه يتأهل فيها نعم وأعتقد أنه أول مباراة هو فاس فيها اللي كانت بالعراج صحيح بالعراج فاس فيها بالعراج يعني معناته كان مأهل عنده الوقت أنه يروح بالنباراة يتكمل بالبطولة نعم ولكن لظروف الاغاق الضعبين لظروف العباس الكثيرة الإصابات هذه اللي أبعدت عن المنافسة في البطولة والنباراة اللعبها آخر مرة الآن ترى هو طالع من البطولة وكلام أبو عبدالله صحيح أني أنا ممكن أن ألعب لاعبين أجربهم أو شيء لكن أنا ما أتفق إياه بأن أجرب لاعبين الصغار أنا أهم شيء عندي أن يثبت تشكيلة أساسية اللي يلعب مع السالمية فيها نعم هذا اللي نقول أبو أبو عبدالله الفريق يحتاج إلى شنو إلى أن يتعود الفريق بأن يلعب على طول بنفس الطريقة الأساسية على أساس أنهم اللاعبين يحفظون بعض بالملعب نعم يعني إلا طالة ويلعبون مع بعض لفترة طويلة الاستمرارية الاستمرارية هذه تأهلهم أنا ما أدخل اللاعبين الصغار إلا آخر عشر دقائق ربع ساعة أزج بواحد منهم أخلي يتدوق من لمسات الخبرة نعم وأنا أقول الحق العربي قد لك على الإنبارات والإنبارات كانت زينة جيدة لهم والفريق لبناني ما كان ضد يعني كان صلاحة طريق قوي يعني بس طالعين ديناتهم البطولة طيب بوحمد بعض العرباوية يقولون خيرا أن الفريق ما راح يكمل في كاس اتحاد الآس وحتى يركز على يعني الدوري يركز على المنافسات القادمة لا ما أعتقد يعني بعض العرباوية لا ما أعتقد يعني البطولة هذه الأهمية أنه يمكن تصدر تروح المرحلة الثانية عنده السوبر لا تنسى العربي عنده الدوري قعي ناقص عنده كاس والله شوف أهو فهو يعني بعض العرباوية رأيهم يقول لك لما تنضافها البطولة بعد هم يركز يعني راح تصير مشكلة أنه دوري وكاس اتعاد الآسيا وكاس والعاد والسوبر وكاس الأمير راح يتكلم عن خمس بطولاته موجود فيها على بطل كرة تلعبون كرة ما هذا رأيهم أنا مو رأيهم حتى على مستولك وشنو عشو أنت بتعود لعبينك انت على الضاط على المبارات كل ثلاثين مبارات عشان شذي إحنا لما نشاركون خارجيا فراغنا سيئ لا منتخب ولا نديه ما يصير الفراغ مثل لبنان ما لبنان تنافس الحمال عراغ مو مثلنا عندهم ملاعب والأرضيات وكلا الأمور هذه تقول لي ينافس له ترى أمس العربي السوى ترى الفريقين قدوا مبارات مميزة نشوفها لما عندهم خارجين لأنه ما لعبوا تعالضغط والعربي تقول لي لا العربي السوى ما لعبتها تشكلها الأساسية حسنا شكلها من المتهم مواقف من شارثي ما أنا ما لعب أمس لعب أساسي علي خلف لعب أساسي قاع يجهزه يجهزهم كبودلة حق لعبتها خلى بندر فالبطولة هذه فادت العربي الحين في الفترة الأخيرة أبو سعود أنه يجهز لعبين المصابين مثل المحترف خابا ما لعب مع أبو شار يجهزهم حق الفترة الأخيرة بطولة تقول لي مو مهمة ليش شاركونا عنهم نعم لماذا إحنا ليش مهمة أهم تفكيرهم يعني أقول لك وجهة نظر بيقول لك خيرة لنا كأرباوية هم يشوفون أنه ما راح يتأل الدور الثاء عشان يبدي يركز على البطولات اللي موجودة في الكويت عشان لا يخسر تدري البعض لما يتشتت تركيزها حتى ما يركز يخسر بطولتين ثلاث بسعود 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 نحن حتى بطولة سوية طبع البطولة هذه اللي سوية ضعيفها بس هم كاسم طبعا بطولة خارجية تعتبر الغاتسي يخذه البطولة هذه فبالعكس وبعدين في شغلة بسعود لازم نعود لاعبيننا على ضغط المباريات نعم على الرتم السريع بالعكس البطولة هذه اللي راح تفيد العربي في تجهيز اللاعبين وعنده مبارات اللي يقولون رايح لعب ليش رايحان لعب بالتشكل الأساسي تغريبا أنه لعب بالتشكل الأساسي ما عدد اثن علي خلف وجهز وبعدين الشرهان جهز كان مصاب فالمبارات هذه كانت مهمة وكان بقع على لعبتها أربعة يام بالعكس يجهز الوريغ سبت سبت يعني راح يجهز وريغه وعبد الله يعني اللي رايح العرباوية أمس أنه عندهم صف ثاني يعني اليوم إذا كان هذه المجموعة تعتبر يعني جزء منها بدلة فهذا شيء طيب أن البدلة فازوا على النجمة قدموا مبارات كبيرة فريع العرباوية أنه عندهم صف ثاني العربي عنده صف ثاني حتى مع المدرب الألماني بس مدرب الألماني كان عنده إصابات كان عنده إيقافات وبعدين ناهيك عنه أن الدوري كل ساعة متوقف يلعب لعبة لعبتين يوقف أسبوعين ثلاث فهذه كل أثرت ترى العربي الآن داركو أعتبره محظوظ يعني لعب أربع مباريات ثنتين بالآسوية وثنتين بالدوري حقق نتائج إيجابية وكبيرة سجل عشر هداف في الأربع مباريات استقبل هدفين كل هذه الأمور إيجابية حق المدرب لكن المدرب لو يمدرب لعبة وحدة وبيقعد بعد أسبوعين ينطر هذا اللي قاعد يأثر ترى لو تشوف مستوى جميع الفرق جميع الأندية قاعدت عاني على المستوى البدني ويضا الاستغرار والانسجام عنده العناصر وعنده صفين وقادر العربي نافس بس أنت لما تتتكلم الآن أنت وصلت مرحلة الكرة الكويتية ما خلاص حتى كاست حاد لاسوي ما تقدر تنافس لأن دوريك ضعيف لأن مخرجات للمنتخب ضعيفة ونتائج المنتخب شوف السنوات الأخيرة هذه العشرة أنت وين كنت قبل كنت توصل لدور الأربعة أبطال آسيا دور الثمانية تاخذ كاست حاد لاسوي أربع مرات كويت وغادسية أنت عانيت من الإيقافات حتى اللي صارت عليك كل هذا أثر على الأندية وعلى المنتخبات والإيقاف أنا أشوفه أثر بشكل كبير على الأندية الأندية أنا اللي قاعدة لحظة يمكن يلعب ويا الفريق وديه مرتين ثلاث أنا خبر مداية الموسم قادس يلعب يفحل مرتين مرتين قبل لا يلعب الأولى الدوري فكل هذا ما في تنسيق في ضعف من الاتحاد في تنظيم البطولة في تقوية البطولة حتى على المستوى القطاع الناشئين المفروض يصير كل شيء أفضل وأقوى إذا أنت بتستمر في هذه الطريقة أنت ما راح تحقق يعني السنوات الأخيرة لا إنجاز على المنتخب ولا حتى على مستوى الأندية راح تستمر في هذا الوضع ما راح يتغير شيء نعم طيب نحن بنستمر في الحديث عن كاس التحاد الآسيوي الخروج شوف يعني حتى على مستوى أوروبا يعني لما تخرج ترى فرق مثلا أسبانية مثلا من دولة أبطال أوروبا تصير ضجة عندهم عند الأسبان لما فرق إنجليزية تخرج تصير ضجة تصير حدث تاريخي أن أول مرة من سنة ما دريد شام والله ولا فريق إنجليزي يمتهل مثلا إلى دور الستعاش أو ولا فريق إسبانيا ولا فريق إيطالي عندنا بالكويت عندنا بالكويت الوضع عادي ولا فريق كويتي يمتهل دور المجموعات في كاس التحاد الآسيوي وضع طبيعي مو مهم لا أعلم مستوى الإعلام لا أعلم مستوى الاتحاد لا أعلم مستوى الاندي الوضع طبيعي والله لعبنا وخسرنا وطلعنا من البطولة حالة حال أي بطولة ودية نلعبها حال فالأمر طبيعي يعني أنا ما لهم أحد الإخوان اللي يعني أدلى بدلوة قال طبيعي عادي يعني تخسر وتطلع من البطولات أمر طبيعي لكن لو في ضجة تصير تعالي وليش تعالي الإخوان في اللجنة المبئية يطلبون الاتحاد الكويتي الاتحاد الكويتي يطلب من الاندي اللي شاركت شنو مشكلتكم ليش سبب الخروج لو الإعلام الرياضي تعالي سلط اليوم حلقة عندنا حلقة عند الإخوان في القنوات التلفزيونية تصير ضجة تحس أن فعلا أن الاندي الكويتية خروجها سبب ربكة وخلل في الوسط الرياضي الكويتي لكن إذا بس عبد العزيز يتكلم والإخوان في الديربي يتكلمون أو بس والله قناة واحدة تتكلم فعادي طبيعي فما أدري أنت شغير أنا أقول لك بسعود الخلل بالضبط في الاتحاد الكرة الغدام وبالهيئة أنت الحين تصرف على الاندي أنت حتى البطولات هاي البطولة يعطونهم فلوس على المعسكرات يعطونهم كذا يعني خلي أعرفون النادي النادي لما يطلع بره وبيلعب بره خلي أعرف أنه لو أخفق النادي يأخذ ميزانية لو النادي يعرف لو أنا أخف في الامبارات أو طلعتهم بطولة ولا يتحقيق يعني المفروض في لجنة تحقق وياك تعال أنت عليك أصطلعت لأن أنا قاعد أتفعلك هذا الفلوس مالعام صح ولا لا أقاعد نقشك ليش هذا يمكن أنت تبدي أسباب تقنعني فيها أو الهوكي إذا ما تقنعني عندك خلل أنت معناته أنت لا يعني أنا الفلوس اللي قاعد يقضح عليك مع عسكرات وما أعرف أفضل يبقى قاعد هني بالكويت وطلع بصر العمبارات إذا تشري ما حقق يطلع عليك في الوصول طيب بابد الله شنو تفسيرك لي سعود يشوف المنظومة لازم تغير يعني أنا اتفقه يا أبو بدر يعني لازم لندية التحاسب النتائج لما تصير النتائج مثل ما تفضلت ما ما نشوف أحد قاعد يحاسب يعني من الجهات المعنية خلنقول مثلا اللجنة العلمبية أو الهيئة العامة للرياضة يعني ما قاعد نشوف أحد يحاسب يعني المفروض هالأمور هذه ما تمر مرور الكرام بسعودي يعني مو بس أن أنا أشارك بطولة وأخسرها وأطلع خصوصا إذا أنا قاعد أطلع من من الأدوار الأولى يعني ما دشت ما تعمقت بالبطولة ما وصل دور الثماني أقول مثلا الدور الثمانية أو قبل النهائي هذه ممكن شوية تنفل تشفع لك بس أمن من البداية وفريقين كبار يعني يعني خلنقول العربي والكويت يعني مثل ما تفضل أبو عبد الله الكويت فائز بالبطولة ثلاث مرات الغادسية فائز مرة العربي يمكن ما فاز فيها بس هم كان لأمل إنه يوصل فهذه الأمور هذه لازم تغير النظرة وبسعودي تغير حق الرياضة عندنا بالكويت مو بس تعال إني بشارك لازم في ردود أفعال لازم في محاسبة نعم في هالبطولات هذه بو أحمد يعني اليوم اللي يزعل إن من يصعد يعني يعني اليوم اللي تصعد مو فرق سعودية مثلا نقول والله أمر طبيعي إحنا بنقارن نفسنا بالفرق سعودية أو قطرية أو إماراتية نقول له هذا دوريهم محترفين فرقهم قاعد تلعب فيه دوري محترفين دوري لا محترفينهم على مستوى صعب إننا نقارع نفسنا لكن لما يتهل على حسابنا فريق لبناني لما يتهل على حسابنا فريق عماني ما احتراموا يتقديري لهم كفرق وأسماء أنا أتكلم كسيفي وكتاريخ لسواء الفرق العمانية أو المنتخب العماني أو الفرق اللبنانية أو المنتخب اللبناني إحنا بسعود ليش مستغربين يعني أن نخرج قلت فك لأننا مستغربين لأن اللي طلع على حسابنا فرق من لبنان والبحرين وعمان بسعود هذا صالنا نحن فترة أكثر من سنتين وضع الرياضي نظام مسابات خطئ دوري ضعيف محرجات الدوري ضعيف لأن نتاج عند دوري كذا صار غوي يعني ينكس على فرقك في مسابات ما تتعلم على المنتخب إحنا دوري يتوقف المداري مو عارف خطتها إيش يسوي اللاعب يلعب لعبتين يوقف شهر شو متطور ها كلها كلها سباب هذه هذا عمل الاتحاد الهيئة أوكي الهيئة حاسمة ماديا بس منه يضع المسابات من يطور الدوري من يخلي الدوري غوي خلي الدوري الرتمة غوي منه الاتحاد فأنا ما لهم عادي ما أنا مستغرب أن نخرج المسابات لأن دوري ضعيف ما في ناس تعمل لمصلحة الرياضة الكويتية لأن أنت نادي الكويت أو نادي العربي قاعد يمثلون منتخب يمثلون الاتحاد لأن أنت سويت نظام مسابغاتك سيء وتوقفات هذا مردودة طيب وعبد الله رأيك في أحد رأي أحد الإخوان اللي قال المفترض أنه ما يشارك نعتذر على المشاهد كلامه صحيح أنا طالبت مرة أن يصير يقاف من الحكومة توقف كل شيء خلي يصير يقاف خارجي خلي يصير أنا أتكلم تكثر مرة لازم الحكومة ومع التعاون مع المجلس المالحين ما شاء الله شقالين قوانين وكل شيء يعني إن شاء الله يوفقهم الآن أنت هم تلتفت حق الرياضة الرياضة وصلنا لمرحلة كويت القادسية نهاي 2015 أعتقد كاس حاو تسوي صار يقاف في نهاي بعد شهر شهرين صار يقاف قبل كانت عندنا فرصة أذكر في تصفيات كاس العالم أنه في مبارات مع كوريا بره كوريا متأهله إنه لو فزنا راح متأهل معها الدور الثاني صار يقاف ليش لأنه في صراح لأنه أنا بطيق بوبيدر بوبيدر شذي صاير وهذه من زمان فالجمهور تحبط إذا أنت كمسؤول قاعد تسوي شذي مو هامك المنتخد بكبرى مو هامك الاندية هذه اللي وصل لتناهاي بين 15 لذلك أنا قاعد أقول لما أشوفك أنت كمسؤول تذي أنا راح أتحبط إحنا ليش كنا نعاني السنوات العشرة اللي طافت إحنا مرينا مرحلة أقرب تاريخ الكويت ما مرينا مثل هذه العشرة السنوات اللي مضت صارت أحداث غريبة عجيبة يعني أنت ما تستحي ما تنتخي ما تقول هذا منتخج ممكن يصعد ما تقول هذول فريقين واصلنا ما يهم بعد الله طيب أنت شنو تطلب من المواطن هو المشجع ش سيبيني أنا سوي لك أنا بقعد أطلع بساحة إرادة وأقعد إذا أنا شايف المسؤول مو مهتم إذا أنا شايف المسؤول يهتم في نفسه وفي نادية وطز بالمنتخب وطز بالبطولات يا أخي لما أنا طالب بي خاف وقف كل شيء ألغي كل شيء وأبدأ من جديد مع لجنة الشباب رياضي في مجلس الأمة مثل ما قاعد تسوي الآن قوانين سنه قوانين لمصلحة الرياضة أغلب الشعب كلها رياضي ومتعلق بالرياضة ولا زال يتغنى في العصر الذهبي أنت من الثمانينات وانت بس وصلنا للمرحلة خلاص يعني الضرب الميت حرام تخسر خمسة تسعة ما يهمك النادي يفوت بالله الحظيم خلاص صار ما في حساس صحيح ما لأمني قسلك قلت لك اليوم طبعا خروج فرن الكويتية طبعا طبيعي لازم الآن القائمين الآن الماسقين يعدلون الوضع هذا بجميع المجالات اللي تسعة صفر ما حركت ما حركت شعره ما تحركت يا رجل خسرنا من أمان دشوا على الشيخ طلال بالاتحاد دشوا على الشيخ داخل بالاتحاد بطلهم الباب وعالم بره أنا كنت موجود قاعد أشوف شيء غريب وين وين الغيرة على الوطن أنا ما أنا مستغرب صراح طيب سعود فين شل يطور اللاعب استمرارية مباريات رح اللاعب فنيا بدأنا رح يكون أفضل إحنا التوقفات هاته تذبح اللاعب ترى حتى المدار معارف ش يحط برنامجه صحيح إحنا أنت حاط برنامج أوكي أو حاط جدولة رح أجل المبارات أو كنسل فهذا يمر الاتحاد تتحملها بش تدري بش تتحملها لأنه مو بكيفة يأجل ومو بكيفة مو بكيفة أو لو يفهم لو الناس هذي تفهم ما توقف الدوري جديد فوق اللي قلت الدوري هذا رح يضر المنتخد الأولمبي اللي وصل وقته في فرلندي كل هذا رح يضر فوق اللي قال أبو حمهيد المفروض أن يكون هناك عقور رياضية أهمية بالإهمية التابع اللاعب في لاعبين يما عود يروح يتمرن بعد أن يروح قاعد يسر لبره ماك فائدة إذا ما فيه إدارة التابع اللاعب هذا ما يتطور ببادر هالند ولا دبرويني ولا فيه أحد وراقع يقول لها ليش تسروا ليش ببادرة اللاعب ثقافة اللاعب بسعود بسعود الحكومة مقاعد تصرف عليك نعم بسعود أنا كحكومة قاعد أصرف عليك بالملايين أنت ش هيك تصرفين بالملايين إذا ما قاعد تحاسبين لا تحاسب الاتحاد لا لا مفروض تحاسب ما قدر تتدخل من اللي حاسب عجل حاسب المسؤول عن الرياضة الاتحاد أنت مو عندك وزير شباب الرياضة عندك لجنة والمبيان زي لجنة لا تحاسب العالم هذي ما أدر هذا السؤال يوجه سواء أنا قاعد حطيت ميزانية وقدرها أنت ما قاعد تحقق أي نتائج هذا واجبك هذا واجب الدولة خلاص أوقف حطك لجنة طيب يعني إحنا نقول هارلك اللي فرغنا الكويتية وما وقفت على خروج الكويت والعربي نطقينا تسعة نطقينا من الهند فهيك اتحاد تعودنا صباحك والله بالخير نمع العلمي أن النيابة العامة بدأت بالتحقيق أمس في موضوع التفرغ الرياضي القضية اللي حولت هالهيئة العامة للرياضة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها أنا أشكر لخواف لها العامة الرياضة وشيء يعني تحويلهم هذا الملف للنيابة للتحقيق فيه ومعاقبة ومحاسبة المتسبب في هذا الموضوع إذا كان هناك يعني مخالفات فعلا وأشكر ما في شك النيابة العامة اللي اهتمامها في هذا الموضوع اللي يخص شريحة كبيرة ويخص الأموال العامة في دولة الكويت ما في شك وهذه مناشدة أنا يمكن دائما ناشد أخوي حمد العامر بو بدر مدير مكتب سمو رئيس وزارة أنا يجد فيه أمور يعني أمور تخص الرياضيين تخص بعض الشخصيات الرياضية لكن هذا الموضوع يا أبو بدر مختلف مناشدتي اليوم كل الملفات اللي رفعتها الهيئة العامة للرياضة للنيابة أعتقد ثلاثة أو أربع ملفات إذا ما أنا غلطا أتمنى منك يا أبو بدر تزور فيها أخونا جمال ذياب مدير مكتب سمو ولي العهد الله يحفظه ويطول في عمره ويعني توصلون هذا الموضوع أنتو اثنينكم أنت كأبو بدر وأنت كأخوي جمال بياب توصلون القيادة السياسية سواء كسمو رئيس مجلس وزارة أو سمو العهد الله يحفظه ويطول في عمره لأن الأمر اللي يكتشفوه الأخوان في الهيئة العامة الرياضة أمر المفروض ما يمر مرور الكرام تلاعب بالأموال العامة تلاعب بتفرغات تلاعب بحسابات البلد تلاعب بحسابات الهيئات الرياضية هذا الأمر يعني يجب أن يصل إلى إلى القيادة السياسية لأن اليوم يعني حتى أيضا سمو رئيس مجلس وزارة تحديدا يكون أيضا لما يستقبل شخص يعرف أن هذا الشخص والله عليه تهمة سجلة نظيف ملفة نظيف يستحق أن يقابله في مكتبي يستحق أن يستقبله في مكتبي وأيضا يرفع الأمر إلى أخوي جمال ذياب لرفعه إلى سمو حتى يعرفون الأشخاص اللي قاعد يستلمون المناصب الرياضية في البلد شون قاعد يديرون الأمور الرياضية والمؤسسات الرياضية والهيئات الرياضية لذلك وناشدت لك يا أبو بدر أن تأخذ هذه الملفات أو صورة عنها طبعا هي موجودة أكيد في النياب العامة لكن صور منها وتقعدون مع أخوي جمال ذياب وخل جمال ذياب يشوف الوضع هل يعجب أخوي جمال ذياب هذا الوضع هذه الأمور اللي تصير في الرياضة وهو رجل رياضي رجل خدم الرياضة الكويتية والكرة الغدم الكويتية هل يرضي مثل هذا الأمر أخوي جمال هل يرضيك أنت يا أخوي حمد العامر بالتأكيد أكيد ما رح يرضيكم وبالتأكيد ما رح يرضي القيادة السياسية فأتمنى يا أخوي حمد تتقبل هذا الاقتراح ويعني تم إيصال هذا الأمر إلى أخوي جمال ذياب وأنا كنت أتمنى من أخوي جمال ذياب نفسه وهو يطلب هذا الأمر يعني مو أنت يا أخوي جمال توصل لياه كنت أتمنى من أخوي جمال يقول شنو هذا اللي صاير شنو الأمور اللي محاولتها هي العامة الرياضة النيابة شنو واحد حط عيالة تفرغ رياضي شنو حط حريم منتخب كرة قدم ما أدري منتخب كرة ييد ما يسلم ما أطائرة ما أدري أي لعبة كانت حط حريم لاعبات تفرغ وهما أساسا ما في لاعبات مو لعبة فردية أعتقد مو لعبة جماعية إذا ما عني غلطان تعال شنون شذي شنون فلوس البلد قاعد تروح يمين ويسار وما في أحد يحاسبهم كنت تتمنى من أخي جمال ذياب أوه نفسه لما يسبع هذا الأمر إذا سمعه فعلا هو يطلب التحقيق في هذا الموضوع أوه شخصيا مثل ما أخوي حمد العامر لما توصل له أي مشكلة يطلب التحقيق فيها ويطلب ملفها ويطلب مناقشتها لذلك أنا مناشدتي لأخوي جمال ذياب وأخوي حمد العامر هم من اللي يوصلون الأمور إلى قادتنا وقيادتنا السياسية حتى يطلعون على هذه الأمور اللي يمكن البعض يحاول يخشها يخفيها ما حد يدري عنها ما حد يشوفها ما فيه متابعة هو شيء صهير مثلا نادي أو الاتحاد يقدم مثلا 35 اسم حق اللعبة بغض النظر إذا ما أكبره 35 ويتم تحويل النيابة يتم تحويل النيابة المفروض الأشخاص لأنه فيه مبالغ عالي وزير الشباب عالي ما أدري منه أين كان فيه مبالغ فيه مبالغ بعد أصدمك أزيد من شديفي وما راح أقول اللي كان طبعا ما قدر أقول أسماء أحد الأندية اكتشفوا أنه حاط لعبة من الألعاب وأنه قايا ياخذ عليها مبالغ حق اللاعبين وأنه قايا يطلع معسكرات وأنه 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 وما فيه ولا لاعب ولا اللعبة قاعد شارك قولي شلون الهيئة السابقة شون كانت تصرف على أي أساس وإن شاء الله هي يوم من الأيام وراح أذكر أهني بالأسف طي أبي ريح شوية من هذه اللوية والوضع الرياضي المؤسف اللي إن شاء الله الآن يعني مع عهدنا الجديد إن شاء الله الأمور تتغير مع أخونا أبو عبد الله ومعالي وزير الشباب محمد العيبان وأيضا سمو رئيس مجلسة وزراء هذا طبعا هدفين لأحمد عسكر الأول على المحرق البحريني والثاني على الكويت وبصراحة أنا حين عرفت ليش صلاح مرزوق هاجر مصر هاجر في مصر عرفت السبب والله يا أبو مشاري بصعوب الموت سلطان ما صاد تبي صلاح يا سيدنا الموت سلطان لا أبو مشاري صاد كور بس خلي قولهم خلي قولهم عبد الله أن ترى القولنديل واحد يوم الخميس واحد يوم السبت ترى بينهم يوم واحد يومين يومين عبد الله عبد الله زينب هالقولينبو عبد الله نشوف كرمه وكل اللي واقف جدام الكرة تتفائل ولا ولا شنو القصة يعني لا أبو علي هو اللي يوقف جدام الكرة يعني أدري شنو السر السر دائما أنا أنا نقول أخلك على الكرة أبو يا بسعود قبل لا أنا قبل لا أجرب على الكرة وخر يسار لا توخر يمين وخر يسار لأنه إذا وخر يمين يضايقني بوقت الشوت بس الشمال فدائما بس هذه الفكرة ترى انغرضت جنة صعبة قديمة بس ناجحة ما في واحد يوقف جدام الكرة ما في هذا طريقة إنجليزية على مكاية إنجليزية بسعود تحجب الكرة صحيح عن الحير وعن 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 ما يدرون ما يدرون ما يدرون ما يدرون ما يدرون ويتم ويتم تركيز صحيح فيعني إنجليز واحد يساوون مجملها سهلة بس تنفيذها يكون صعب على الحارس وعلى الحيط لا تنسب أبدأ بالنوع ترى بالتمرين سوونا بالتمرين توقف طمعا هذا نسول عنها الكوار الثابتة الكوار متحركة تسجد من الخارج هذه شوف هذه بطولات حق العربي الله سلم صبح عليه بالخير حمود فليطح الدكتور نعم قسم بالله التمرين يحط لخمسين كرة ويحط العامل ما الكوار اسمه شهير يخلي بالقول ويتولى بخمسين كرة شوت لين عود نفسه لين عود هذا بعد التمرين عندنا صراحة أسكر أسكر شي قبل بعدين بالمواريات ما حيشوت الفاول إلا وحمود شوته غير وحمود يقولهم لدرجة لأنه لعبنا بموارات مع فحيل فحيل نفسه وقل أسوم فاولات أسوم فاولات ثمانتعش لأن حمود يقوم حمود الموزة بس بعبويا بس يقوم عبدالله قولك المحرق بالبطولة صح؟ لا هذه طبعا فزنا بالبطولة هذه أول بطولة تمشستعاون بس موها المبارات هذه كانت ذهاب ذهاب وإياب يعني كانت مجموعتين أعتقد إحنا والمحرق والرفاع الغربي إذا ماني غلطان نصر نهائي فريق واحد صحيح إيشلون يكون فريق واحد من البحرين وفريق واحد من السعودية وكذا لا لا كان في فريق الرفاع بعد ويان هذه بالبحرين هذه بالكويت تعادلنا عندهم بالمحرق هناك بالمنامة ويو عندنا فزنا عليهم ثلاثة واحد هذه فالموم البطولة كانت مجموعتين كانت بطولة وكانت فرق قوي الرفاع وكان النصر السعودي نعم إحنا خذتوا دوري وكاس ومجل استعاون إي نعم ثلاثة وثمانية إحنا خمسة وثمانية على الكويت يا عايش خمسة reliably بـ هذا ثلاثة وثمانية فرق سوع سعود حول نفسة عربية حتى لا 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 خلال ذكر عدل خلال ذكر عدل صلاح برزيز خمسة ثمانية ستة ثمانية كلام ابو احمد عدل خمسة ثمانية هذه البطولة مجلس تعاون نعتقد أخذها إذا مااني غلطان الاتفاق أو الأهلي الاتفاق أو الأهلي ثلاث ثمانين واربع ثمانين كان الحارسنا اسماع الياسين طرابولسي اسماع الياسين احتياطه هني صلاح بعدين لما نبطل طرابولسي صارع تيار احنا ابو عبدالله خذيننا احنا خذيننا بخمسة ثمانية خمسة ثمانية خذيننا كأس مستعاون خليجي والدوري وكأس والأحد ثلاثة 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 ثمانية الاهلي اربع ثمانية الاتفاق بس مادرا عادي واحد فيه لا لا مستة لا ربع مبارك الدوسة نصر كاسماس العاول خليجي بس احنا وندول عربي لغيران مين هذا؟ كاسماس العاول خليجي زين وين؟ نفقد اللعب الشويتة الحين اللي تشريبوا عبدال ها؟ والله بسعود وايد يعني مو... لو تدربواني يصيب مثل بندر خرش شوت بندر؟ ايه اول شي موهبة من رب العالمي طبعا انت تسقلها مع التمارين مثل ما تفضلت بعد التمارين تحط لك ثلاثين أربعين كورا غير طبعا تمرين التزديد اللي يعطيك اياه الهرب وفوق هذا كل شيء اعتقد لازم ثقة اللاعب نفسه خاصة اذا انت تشوت من مسافات بعيدة بو بدر يعني تحسب حساب الجمهور ممكن انت تشوت غلط تشوت تضيع تضيع فرصة على فتزديدات من المبعيد لازم تكون عندك ثقة انا كان عندنا مدرب الكويت اعتقد كونترايت كاترايت كاترايت اللي كان رب بحمد كان حاط لوحة كبرها فيها واحد واثنين وثلاثة وارباعد وخلنا نشوت بعيد يقول لك شو تعال رغم واحد شو تعال رغم اتنين واحنا ركيز بس هو الفترة الأخيرة كان مساعد الفوزان يعني بعد الحقبة هذي كانوا اللاعب اللي تزديدات يعني صحيح حسن محمود ايه قبل غامر حسن بس الاندية قبل يمكن صيد عنده لاعب ما شاء الله فنائل عربي ايه هتصيد عزكر ولا بلوشي ما اتدري مونيش لا والله بعبدالوايد اندية كان عندنا عندنا عز الهندي ايه تلقى لاعب ايه تلقى لاعب ايه تلقى لاعب احنا عندنا كان عب بعز الهندي ناصر لا هذا الحق يحب لا شوت لا لا عندكم عادل عباس ايه بس عموما احنا بناخذ بعض الاتصالات قبل الروح حق الفاصل لكن قبل الفاصل قبل لا ناخذ اول اتصال مع السادة المشاهدين بس خلق احط خبر اعلان الاتحاد الاماراتي لكرة القدم عن برنامج اعداد الابيض لنهايات كاساسي يمكن قبل كم يوم اعلنوا الاتحاد السعودي عن مباريات الودية اللي سيلعبها في استعدادا كاساسي اليوم المنتخب الاماراتي اعلن رسميا او امس برنامجه الاعدادي 26 ديسمبر بداية التجمع في بوظبي في جزيرة السعديات وهذه من الاماكن الجميلة يعني اليوم نشوف الاخوان نختارين مكان جزيرة لإقامة معسكرهم التدريب احنا لما نقول خلال سوي جزيرة فيليتشن سوي جزيرة من الجزر كمكان لإقامة معسكراتنا ما احد ينتبه لنا عموما بعدها سيتوجهون لخوض مباراة ودية ايضا في بوظبي امام قرقستان يوم 30 ديسمبر و 6 يناير امام عمان ايضا في بوظبي في استاد آلن هيان بعدها سيتم اعلان القائمة يوم 7 يناير وان شاء الله يوم 8 يناير سيتوجه المنتخب الاماراتي الى الدوحة حسب اللي عرفته من الاخوان في الامارات في الاتحاد الاماراتي ان هالمبارتين ستكون منقولة بطلب يعني باتفاق ما بين الجهاز الفني والشيخ حمدان بن مبارك رئيس الاتحاد الاماراتي هذا اللي عرفته ما ادري اذا تغير شيء ولا بناء على رغبة الاخوان بان يبون يشوفون او يخلون الجمهور يطمن على المنتخب الاماراتي وايضا الاعلام يطمئن على اداء المنتخب وصورة المنتخب قبل التوجه الى الدوحة فهذا الامر ايضا يحسب الاخوان في الاتحاد الاماراتي احنا ان شاء الله يعني نتمنى البطولة ما تطلع من الخليج اكيد الامارات واحدة من المنتخبات او واحد من المنتخبات اللي نتمنى ايضا يحقق البطولة نعم نعم يعني مثل السعودية مثل قطار مثل ولا فريق الانجياء بسعود تيشن هدفهم نقول ان شاء الله نقول ان شاء الله لكن ان شاء الله يعني انا شخصيا اثق في قيادة شيخ حمدان بن مبارك شخصية رياضية لاعب كرة سابق او اداري كرة سابق شخص يعرف كرة القدم فلا نستبعد ان يعني منتخب الاماراتي يظهر بصورة مشاهدة بسعود تيشن هدف نعم هل انا قرأت المدرب هدف شنو هدف للمنتخب الاماراتي مع المدرب وصول غب النائي في كاساسية نعم وصول كاس العالم يعني حفظا هدفين هم حطين هدافهم حق المدرب نبيه شغلتين ان شاء الله يستاهلون عموما هل اخذوا اخوي كامل صبح كلاب الخير صبح كلاب الخير وبسعود ويعطيكم العافية وطبعا نقول هاردة نادي الكويت ونادي العربي اللي ما بدروا يوصلون لبطولة كاس الاتحاد وهني نادي النصر بالخوز بالخمسة في كاس خادم الحربين الشريفين فريغ يعني ان شاء الله هنحاول نصيد البطولة هذه والدولي ان شاء الله ما هو رايح ان شاء الله بإذن الله يعني الامور طيبة بشرك بالخير نعم ان شاء الله وتكلم عنه التهديدات اللي نتكلمون عنها طبعا كانت اول في تدربون اعتقد العرب مثل عسكر وعندك مثلا بلوشي يمتازون بالتسديد المباشر على طول وكان حمود فليطح اعتقد مشهور باللعبات اللي يسمونها المبوزع نعم هو ناصر غانم لكن حمود فليطح اعتقد باللعبات هذه اللي هي الموزة هذه مشهور فيها وعسكر هذه تمارين ترى نعم موهبة لكن اليوم اعتقد ان هذه الامور اختفت تماما يعني ما قاعد تدربونه متظاهر على الشغلات هذه او ان حصص تدريبية يعني اعتقد انها فيها شي لان الدور عموما نشوف الدور يمو مل يعني ليش لان ما فيه شغلات هذه تستمتع فيها نعم ويعطيكم العائف شكرا شكرا لك يا أخوي ابو عثمان وبما انك ايضا ناصر ونبارك لك فوز النصر ايضا على الشباب والصعود بجدارة الى دور اربعة من اغلى البطولات بطولة كيس خادم الحرمين الشريفين على طاري النصر بروح للفاصل لكن انا عندي امنية امنية قبل لا اموت قبل لا اموت انه انا اذكر احد من الاعلاميين السعوديين قال كل ما اقعد افتح التلفزيون اشوف بنالتي حق ربع مبارك الدوسري ما اذكر والله من الاعلامي اعلامي سعودي قدير ما انا متذكر الاسم صراحة صح صح كلامه صح ايه احصائية اكثر ناجس اخي ما اشتبون اذا هذا اذا لا احصائية اذا لا ينطق داخل ملعب ما تم لا لا احصائية اقول اكثر فريخ حصل لانا لانا الاستحواض قوي ما نجد الاستحواض صحيات اكثر فريخ حصل انا امنيتي قبل قبل لا اموت اني اشوف مبارات حق ربع مبارك الدوسري فايزين فيها بجدارة واستحق مبارات واحدة بس فايزين فيها بدون ما يدخل الفار بدون ما يدخل مبارات واحدة قبل لا اموت مبارات بين ميسي ورونالدو شاكل هلال مدخل الناس تبطالع ميسي ورونالدو تحدي بس انتهى الموضوع بدخل الهلال ويأمل بالدورة ما ادلو حاطهم الكاز دورة هذه فبراير دورة هذا موسم الرياض موسم الرياض يعني يزعلون ربع مبارك الدوسري تعرف بس اي شي هذا ازعلوا وراحوا ويشتكوا بسعود ويك مبارك الدوسري يبتش عندي بس والله شوف ترى بسعود ما يلام ترى والله جدة كلمة يعني انا تابع التحاليل الفنية اخطاء وايد الهلال وبعدراف بالمحللين خلك بعيد عن العواطف هم قاعدت ارفون انه في اخطاء انا ما اتكلم عواطف سبع مواسم ما ابالغ لك سبع مواسم اتابع التحليل التحكيمي كلهم دايما نقولك لا هذه مورك الجزاء هذا في فارغ هذا مورك الجزاء درب النصر ايش قال قال انا اول مرة اشوف نادية درب هاي حالات لي نادية النصر مايرجعون للفار ليش قاموا يشكون اللعبين بينهم رونالدو يروح المدرب يقول ها في فار الغنام يسر فيج او 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 قاموا يشكون قاموا يقول 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 مو في دائرة التحكيم بعد كل مباراة صحيح زي مباراة النصر الهلال قول كريستيان الان ما درينا الدائرة هذي شنو قال او قول او ما اعلنوا 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 مو في دائرة عندهم بالاتحاد السعودي بعد كل جولة اي 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 واحد يطلع يقول يقول ترغول غير صحيح مثلا او صحيح وين قال قال لا 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 طلع واحد في السيديو وين طلع قاعدين الحين السؤال السؤال مو حين حياكم الله قبل لا اروح حق تقرير خاص واستطلاع لنادي الجهرة والوضع في نادي الجهرة في تقريدة لأخوي علي السلمان زميل اعلامي ومصور مبدأ واعلامي مبدأ طبعا انا ما ادل اذا الاخوان عندهم الاجابة او لا لكن هو موجه سؤال يقول متى عودة دوري تحت واحد وعشرين للعلم الدوري الى الان نلعب ثلاث جولات فقط اخر جولة كانت قبل خمسة احد الدوري يقول من قسم تصنيف ثم قسمين اربعة عشر جولة تصنيف ثم مربع ذهبي من اثنائش جولة هل سيلغى دوري واحد وعشرين ويستبدل بدوري من قسم واحد على الملاعب الفرعية والله انا مادري يا أخوي علي هذا السؤال وجه الذبان آسيا يمكن يعرف الاجابة انا مادري صراحة سؤالك ما عندي اجابة اذا الاخوان عندهم اجابة والله عبدالله ابو سعود انا اقول شاء الله وحده ما بتألف لا ما تألف دوري الواحد وعشرين يعني بصراحة انا ما دوري هذا بصراحة بتكلم بصراحة احنا كلنا لعبنا احنا كلنا زينين يعني اللي يوصل الواحد وعشرين وما يلعب بفريق لأول شحقي يلعب بعد هذا الحين خلنا من اللي يلعب انت عندك خبر مثل دور الواحد وعشرين ويبطل ثمان ابو عبدالله ابو احمد عندك خبر شوف اول شي دوري هذا فاشل ما يصير تسعة عشر وواحد عشر صحيح ودوري انا في دارين يكلموني اذا قليوم نادخيضان انا لعوث للجولات ومعارفين متى للحين ما ازل الجدول زين فيهم طلبوا بالجامعة فيهم ثانوية عامة قلبهم طلبوا بالجامعة والكليات زين متى بتكمل اذا بيلعب لي تصنيف وبعدا بيلعب لي مرحلة ثانية متى بتكملون زين الاختبارات عندهم اصلا دور اساسي غلط هذا ما يصير دور تسعة عشر واحد عشرين انت عندك خبر والله ما عندي بس عندي فكرة انا قبل موسمين ثلاث كان يلعبون ونقسم واحد بس شانهم يبقى يخلصون منه بسرعة فالاتحاد النصيح على يمكن يسمع حط لكي باربع تاعش سبع تاعش عشرين بس هذا نعم بس واقب المنتخبات واقب البطولات العالمية او اربع تاعش ستعش ثمان ايش بس اللاعب الحين قبل يلعب سبع تاعش ستعش الحين لاحب يلعب خمسة وعشرين وعلى طاري هالجدول والمسابقات انا في خبر الاخوان ايضا بلغوني عنه ان انبارات خيطان الغادسية حسب الجدول كانت المفترض تقام في استاد نادي خيطان حسب اعلان الاخوان في نادي خيطان اللي تشوفونا امامكم في ملعب نادي خيطان اكتشفوا بعدين ان الارضية مجاهزة حولوا وين حولوا استاد صداقة والسلام في نادي بعدين شنو قالوا بعدين قالوا ثامر شوفو خيطان صداقة والسلام ثامر انا اهني ثامر شوف وقبل اهني الصداقة والسلام انا انا يعني ما ادري والله اشي يقول لكن يعني اقتراح ونصيحة لذيبان آسيا هو كان عنده اقتراح يسوي مجلس علال الرياضة حسب وجهة نظره واختراحه ويو بيطور يعني الرياضة انا راي يا رئيس الاتحاد سو مجلس اعلى حق لجنة المسابقات عندك بعدين فكر بمجلس اعلى حق الرياضة بالكويت وايش اصوي مجلس اعلى حق مسابقاتك وشون تسوي مسابقات اتحاد الكويتي لكرة الغدم وشون تنظم مسابقات اتحاد كويتي لكرة غدم بعدين بعدين فكر تسوي مجلس أعلى للرياضة عشان تطور رياضة بالكوين شكرا أخوي فات الصلاة والله يا كابتن عبدالله الشلاحي انت الحين حطيت نفسك في موقف محرج انت الحين اللي قالوا لك ان رح يعطونك الكرني بعد مباراة الكويت الحين اعتقد رح يهونون ما رح يعطونك الكرني بعد مباراة الكويت يا أنا ما رح يعطونك يا نهائي يا رح يعطونك يا قبل مباراة الكويت وحكت اللي قال لك ان بيعطونك الكرني بعد مباراة عموما بدر رأيك في الوضع اللي عيشه فريق الجارة حاليا والله أنا أتوقع أنا عمره ما عاش نادي من أندية الكويت بالطريقة هذه يا أخي أنت الحين مثلا قلت مجلس الإدارة أن يعني طعنتوا فيه ومعرفيش وهذا حلوا المشكلة حطوا اللجنة حتى إحنا قبل بنكاظما لما وقفتوا مجلس الإدارة حطيتوا لنزعوا المعقدة هم يقولون المحطوطين الحين لجنة خابية والسؤال الآن هل اللجنة خابية لها الحق لها الحق نعم تجتمع مع اللاعبين مو لجنة مواقتة أنا قاعد أقول لك هذه تدرعوا الانتخابات في فرق بين لجنة مواقتة ولجنة الدير النادي لا لا هذه لجنة بس حطة لحق الانتخابات هذا رح يدروا حق الانتخابات هذه بسوق يا أخي حطوا لجنة حطوا لجنة الدير النادي الحين لما لجنة مواقتة قصدك لا أعتقد ما يحطون لحنا غانوا فيه بسعود إحنا صارت فيها خلال شهر يدعو يوم شالهم يوم شالهم يوم شالهم حطوا منه الله يرحمه بدخيل عبد الله الدخيل وحطوا انت اسمه 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 ببيدر ببيدر هذا قبل خالب الصانع حطوا من داره النادي ببيدر هذا في حال إذا تم حل مجلس إدارة هذا هو حينا يتم وضع لجنة مؤقتة دير حتى الحين على مصر الانتخاب حتى الحين أبو عبد الله لما وقفت مجلس إدارة نادي الجهرة لازم تحط لازم تشتغل صحيح ببيدر قبل تحطون لجنة مؤقتة أربع شخاص يديرون النادي الحين في لجنة مالك الانتخابات هذه تنعي حق الانتخابات أعتقد شري خلال شهر لجنة مؤقتة عشت مع اللجنة ماتة الانتخابات كان المشارب الله يرحمه بسعود هو حطو يدير لجنة ماتة الانتخابات بس هذه غير هذه ما لا يشغل بالنادي أنا أقول هذا غير متغير الحين أدري بس لازم لجنة دير نادي العنبارات كل الان ديت الكويت في لجنة انت الحين أوقفت مو أوقفت نادي الجهرة مو أوقفت الآن زين نادي الجهرة شوه العنبارات العنبارات من لي وقع سكورشيت اللي وقعها المدين موجودين 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 مدير مدرب كله موجودين نا لا موقف المجلس دارها اوكي زين عبدالله الشلحش مدرب صح ولا لا صح هذه مشكلة أنا ما يعطي بطاقة أنا ما يعرف لي اي بعد مبارات الكويت عبدالله مدرب يعني ينطرون إذا خسر يعطونه ولا شون والله ما دي أنا قاعد أقول لك اللي حاصل شمعنى يعني مبارات الكويت اللي حاصل بالجاهرة أنا قل لك ما شفته بحياتي بالالتحادات ما شفته اللي صحي بالجاهرة مصحي يعني أنت الحين كم صالة الحين موقف بجسد دارة الجاهرة شقدر صالة شهر لا لا توا غلل أسبوعين توا توا غلل أسبوع عشرة أيام توا لا أكتر أسبوع إذا حين اللجنة تخابية المفترض قاس تبتي تراتها عشان يعني هذا اللي عرف عشان يعني 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 عشان نادي أخذ بيان خلي نزل بيان نزل بيان نقول لجماعة احنا مستعدين نقع نسوي كذا وكذا وكذا أنت حين طعون وما طعون والسؤال فادي يعني بارون خلاص وين في طعونة حين خلاص يعني خلاص الحين لجنة انتخابية استلمت بس يسلمون خلاص انتخابات حق انتخابات اللجنة هذه تادي تهيئ كم علمك، الهيئة سلمت لهم كشفات 2023، عندي علمانة، أن أسلموا لهم كشفات 2023، الآخر ناس صوتوا، خلال شهر يدعون الانتخابات، هذا عملهم. خلال شهر؟ يخلون الانتخابات؟ يعني النادي يلعب، كيف يلعب؟ شاوك يلعبون الجازي داري موجود، ما لشغل، ما لشغل؟ بعد دلت، شنو تعليفك؟ شنو رأيك في الوضع اللي عيش في فريق الجاهرة، مدرب الجاهرة؟ فوضة، فوضة، كلها فوضة، يعني اللي لقاعي يصير فوضة، أنا أنا أتكلم على نقطة المدرب، شون ما أعطيه أنا كرنيف؟ شون أنا بدأيديش؟ أنا بعد أدرب؟ شون بالملعب أدرب؟ ليش؟ شون السبب؟ هل أنا عندي عقوبة؟ في خطأ؟ هل أنا ما عندي شهادة هذه؟ اللي أنا أدرب؟ ما يصير، يعني أحنا ما نعرفين الاتحاد هذا شميه بي؟ شي غريب، وشنو مباراة على كلام الشلاحي؟ إنه بعد مباراة الكويت، ليش بعد مباراة الكويت؟ وليش ما أعطيتني مباراة اللي طافت؟ هذا صراحة، أنا أنا مناشدتي، يعني بما أن الاتحاد مستند على أن والله اللجنة علمبية هي من خاطبت الاتحاد الكويتي، بناء على استنادهم طبعاً، فأنا مناشدتي لبو صباح الشيخ فهد الناصر أنه يرسل كتاب أو الأخ محمد خلفان، مدير اللجنة علمبية، يرسل كتاب إلى الاتحاد الكويتي، يطالبهم بإصدار هوية للمدرب، بأنه والله هذا ما له شغل، وهذا شخص يعني اعتبار، يعني ما هو من مجلس إدارة، ولا هو شخص يعني من ضمن الأشخاص الموقوفين عن التعامل معاهم، حتى أيضاً يباشر مهامي، يعني هذه مناشدتي لأخوي بو صباح الشيخ فهد الناصر، ترى هذا من خنقول للمدرب تحت مسؤوليتك أنت تحت إشرافك، أنت بالنهاية مسؤول عن كل الرياضيين يا بو صباح، فأبدالله الشلاحي يعني متعرض لظلم، ظلم يعني شنو ذنبه أنه والله أنت الحين معاكم حق، ووقفت التعامل مع مجلس إدارة، حتى إصدار القرار، أتمنى يعني إرسال كتاب أنه يبقى هذا مدرب، ما لا ذنب ولا لا علاقة في الموضوع، يطلب استثناء، يطلب استثناء، يطلب استثناء، لا 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 لا، أنت الحين كنت جاهزي دارة مدير كرة، هل الاتحاد يطلب عقد المدرب عشان يصدره البراغة؟ لا لا لا، أنا لم أسمعت أنه لازم عقد، قلت أنا يعني أنا كنت ببرقان، كنت أنا ببرقان وصار خلاف على توقيع عقدي يعني، عقدك توقع ليس مع عبدين الكرة، توقع مع أمين السر للنادي، لا 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 لا، أخلا أقول لك شغل، أخلا أكمل كلامي، هو العقد توقع أنت ورئيس النادي، لازم يروح، توقع رئيس النادي، لازم يروح التحاد، أوكي، أنا قاعدت ممكن شهرين ثلاثة، كان في خلاف من الرئيس الأيام الهملان، ما توقع عقدي بعدين، بس طلعوا لي يعني كرني، لا كرني بدون توقع عقدي، يمكن معطينهم شيء مثل تعهد، مثل ما تفضلت في شهود، مثل ما تفضلت اللجنة الأولمبية، تطلب من الاتحاد باستثناء، ناجل جهزة باستثناء المدرب هذا، طلعوا له كرني، ما توقعه، ما توقعه، ما يطلب له الحين، ما يطلب له الحين، مجلس محل، لا، ما هو تبرير اللي عرفت الاتحاد، أنه رافض يعطي هوية حق عبد الله، يقول والله، احنا عندنا كتاب من اللجة أولمبية، أنه ما تتعاملهم مع المجلس دارة الجارة، قبل يعني ينحل، لما ينحل، من المبارات الأولى، من المبارات الأولى، أنه هذا مجلس دارة، احنا مو معترفين فيه، فلا تتعاملهم معه، إذن أوكي، أنت لا تتعامل معه، يعني هذه أمور، أمشي فيها عمل الفريق، عنده شهادة، أنه يدرب، عنده شماعي، طبعا، عطه شيء مؤقت، خليه يدرب، هذا اللي قا حقوقك، ستناء، 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 يعني أنا بعرف، هذا لو مدرب أجنبي، ممكن والله يدخلونه، ليش إنه مدرب كويتي؟ مو كيف، تدري لو مدرب أجنبي، والله ما يتجرؤون، يقولوا لما تدخلوا، شكاها تقول، علشان مدرب كويتي، علشان إنه، أهوة ما يقول، مع طرف، ضد طرف، يعني التصريب هذا، ما يصير، وعبدالله، والله ما يصير، وعبدالله، من اللي راح يدزل، العقد حق الاتحاد، ما العبدالله شلاحي، لازم مجلس إدارة اللي موقفينه، إحنا مو مقتلفين، مجلس إدارة الحين، عطا السفنة، أنا كنت أقول، عطا هويتها، خلي دخل، خليصر دورينا محترم، قالنا على دور العراقي، يا رجل، خليش تدخلوا، خليش تدخلوا، خليش تدخلوا اللجنة الأنبية، ويبلقون الاتحاد، يقول اقبل، يبقى عملية بسيطة، ليش هلوية، يا أخي، عطا لجنة، عطا كرنيه موقف، عطا كرنيه موقف، خليد درب، خلاص، عطا كرنيه موقف، انت يا ذيبان آسيا، مو مجلسة على حق مسابقات، مجلسة على حق هذا بعد، اصدار هويات، يبيلك مجلسة على شكل مجلسة على حق المسابقات، حق هويات، احنا اختفقنا خلاص، يبيلك مجلسة على حق المسابقات، أيوه هذه، هذا بعد، هاي صنع كرنيهات، يبيلك مجلسة على رسمي يا ذيبان آسيا، رسمي يبيلك مجلسة على، انت تلومني لما اقول لك صارنا أشر سنوات، ما مرينا بهالحال، المرة حالي الحين، هذا الشيء ما يصير لا قبل، ولا رح يصير جدام، نعم، عموما الخل رايح بآخر تغرير، الأخوان في ثانوية بلاط الشهداء، في منطقة فهد الأحمد، يعني سووا نشاط رياضي جميل، بطولة البلاي ستيشن، يعني فكرة جميلة، الطلبة شوية يطلعون من أجواء الدراسة، وخاصة أنهم في مرحلة ثانوية أيضا، شوية الدراسة فيها، يعني أيو الله، دراسة شوية صعبة، لذلك، عملوا هذه البطولة والمسابقة على مدى يومين وثلاثة أيام، إذا ماني غلطان، نشكر الأخوان في ثانوية بلاط الشهداء، تنظيم جميل صراحة، فكرة المعلق أيضا على البلاي ستيشن، على المباراة النهائية، فكرة جميلة، أشيد في عمل الإخوان في الثانوية صراحة، سواء مدير الثانوية، الإخوان المدرسين اللي معاه، الله أعطيهم العافية، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، بحكمهم، فعلا والله، دورتموند وباريس سان جرمان، اسمع، إثارة كبيرة صراحة، نفس توقع، أنا متوقع، باريس دورتموند، نقول لهم هارلك، يعني خروج، غيناهم يلعبون باليوروبالليغ على غير، نتلعوا كمش، نتلعوا كمش، مليلان، بلاني الأبي، ميلاني، نقاس بره، لا يخالف، لا يخالف، لا يخالف، ما علي شيخ خليفة بن حمد، بن خليفة بن أحمد، آل ثاني، نجل رئيس الفخر الاتحاد الغطري، طبعا هو ميلاني متعصد، هذا مستواكم، دوري أوروبا يا شيخ بعشته، يعني، حمد ربك، حسن ما، مانشستر ولا شيء، لا أبطالهم، ستقلوا أطالع الرابع، سل يريح، ويعلق الإجاب للدوري، والله والدوري، هل راح يلعب هنا، مانشستر ينايت دعم سطلع بس نفس الشيء، لا يتعلم مقفل خاصة، شكرا لك منصور التنيب، شكرا لك كابتن أحمد عسكر، وسلامات ما تشوفشر، شكرا لك كابتن أعقوب، شكرا لك كابتن أحمد عسكر، شكرا لك كابتن محسن غانم، شكرا أيضا لشاشة المارينة تيفي، الحساب اللي اخترته لكم، حساب برشلوني، يعني رغم إن الخسارة، مطلبة لهم برشلونة، لكن ما علي، الفريق صاعد صاعد، قد لك، نقول لهم مناسبة صعود برشلونة، بس لا يكون طلع الثاني، طلع الثاني، أوه، للقراءة تباين، أمو، شلون؟ طلع الأول، آآ، الأول، ماتر، لا، لأن في بورتو بعد هناك، هو يقول، توقع لازم الخسارة خمسة، سمعت الثاني، آآ، ممكن، طلع بالأهداف، ممكن، والله، توقع، أنتر طالع ثاني، فلا يبقى، شلون الأول، الأول، توقع الأول برشلون، توقع الأول، أو الثاني، الثاني بورتو، أكيد، أنا أتوقع أن، أي برشلون الأول، صحيح، برشلون الأول، الثاني بورتو، لذلك، اخترنا حساب، حساب برشلوني، مناسبة تاهل برشلونة، الحساب اسمه علوش، علوش، أنا ما أدري من وين، من أي مدينة صراحة، من أي ديرة، لكن حسابه كاتب فيه، المصدر الموثوق، لجميع أخبار نادي برشلونة، طبعا، حاط تغريدة مثبتة لميسي، وكاتب فيها أن ميسي سعيد، أنه كان في أفضل نادي بالعالم، وضمن أفضل فريق في التاريخ، كل ما يتعلق في أخبار برشلونة، فيما يتعلق أيضا في تشكيلة اليوم، أمام رويل أنتورب، كل ما يتعلق بأخبار وصور برشلونة، موجودة في حساب أخونا علوش، نتمنى الجميع، أو البرشلونية التوفيق، ونتمنى لعلوش أيضا التوفير، نلقاكم إن شاء الله باتشر، إلى اللقاء، اشتركوا في القناة